من يسمون علماء ومشايخ مسلمين دأبت منذ بداية الازمة في سوريا على اطلاق الفتاوى والبيانات التكفيرية التي تحرض على الارهاب وتدعم من يقومون به بشكل يخالف المبادئ والقيم الدينية والانسانية وفي ثلاث رسائل الى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة ولجنة مجلس الامن المنشأة عملا بالقرار 1373 لعام 2001 تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته حيال ذلك مطالبة الدول الداعمة لتلك الدعوات ومطلقيها بالتوقف عن انتهاكاتهم بحق سوريا وضعت وزارة الخارجية بين يدي مجلس الامن والمجتمع الدولي وقائع ومعطيات تثبت تورط بعض الدول والحكومات في الحملة التحريضية العدوانية على سوريا ولسيما قطر والسعودية وتركيا وفرنسا لفتت الوزارة الى ما يقوم به يوسف القرضاوي رئيس ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي داب مع ثلة ممن يسمون علماء ومشايخ مسلمين باطلاق فتاوى واحكام وبيانات تكثيرية تحرض على الارهاب تدعم من يقوم به وذكرت الخارجية على سبيل المثال الحصر ما جاءت عليه خطبة القرضاوي في اخر جمعة من ايار الماضي ومن منبره في الدوحة التي حرض فيها على القتل والكراهية والتعصب ومن ثم الجهاد واصفا احد المذاهب في سوريا بانه اكفر من اليهود والنصارى وبتحريضه هذا يكون المذكور قد حكم على ثلاثة مذاهب واديان وهي النصيرية واليهود والنصارى بالقتل استنادا لطبيعة الدعوة التحريضية ومضمونها وبخاصة لدى التنظيمات الارهابية المتشددة كتنظيم القاعدة كما نوهت رسائل الخارجية لمؤتمر المشايخ ذاتهم الذي استضافته الحكومة المصرية في الثاني عشر والثالث عشر من الشهر الجاري تحت اسم مؤتمر نصرة الشعب السوري الذي لم يكن الا سبيلا لتغذية التعصب والتطرف ضد المعتقدات الاخرى حيث عد القرضاوي ان اتباع احد المذاهب الاسلامية الواسعة مشركون بالله وهم يقاتلون اهل السنة ووجه نداء لعموم المسلمين في الارض الى الانتفاض عليهم ومقاتلتهم فيما دعا البيان الختامي للمؤتمر بشكل فاضح الى النفرة والجهاد بالنفس والمال والسلاح وكل انواع الجهاد والنصر على الارض السورية من على منابر القاهرة ما يشكل دليلا اكيدا على شراكة الحكومة المصرية بالجرائم الارهابية الواقعة على الشعب السوري واستشهدت الخارجية بدعوة المدعو محمد العريفي رئيس ما يسمى الاتحاد العالمي للدعاة الى تسلح وتجهيز من سماهم المجاهدين للقتال في سوريا وكان قد سبقه بايام المدعو شاف العجمي احد شيوخ السلفية التكفيرية في الكويت الذي اعترف بشكل صريح عبر الفضائيات بارتكاب مجزرة مروعة بحق العشرات من المواطنين الابرياء في قرية حطلة بريف محافظة دير الزهر على يد مجموعة ارهابية تابعة لجبهة النصر بتحريض وتمويلا منه قائلا اليوم اخذنا قرية الحطلة ونحرنا السيد حسين بالسكاكين ومعه ولده ولنا موعد اخر مع مدينتي نبول والزهراء في حلب وتابعة الخارجية لم يكتفي ما يسمى اتحاد علماء المسلمين بذلك بل زاد عليه اعتباره لجبهة النصر واحدة من فصائل ما يسمى الثورة السورية واستنكاره لقرار مجلس الامن القاضي بادراجها على قوائم لجنة المجلس المنشأة عملا بالقرارين الدوليين 2267 1999 1989 2011 اشارت زارة الخارجية الى حقيقة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي تأسس في تموز عام 2004 في دوبليم بارلندا ثم نقل مقره الى قطر في ايار عام 2012 ليتحول بفضل بعض الشيوخ الى مصدر رئيسي للتحريض على الارهاب والفتنة والتعصب اضافة الى تجنيد وتمويل الارهابيين ودعمهم بكل الوسائل بما في ذلك تنظيم القاعدة وحملت سوريا المسئولية المباشرة عن اراقة دماء السوريين لعلماء الفتنة والتحريض اولئك وللحكومات والدول التي تدعمهم بهدف تغيير الحكومة في سوريا بالقوة عادة ذلك تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية السورية ومخالفة لمبادئ القانون الدولي والقرارات الصادرة عن مجلس الامن التي تحارب الارهاب وعدوانا على سوريا وتهديدا باستعمال القوة وطالبت سوريا مجلس الامن والمجتمع الدولي بتحمل مسئولياته طبقا لقرارات المجلس ذات الصلة وبخاصة القرار الف وثلاثمائة وثلاثة وسبعين لعام الفين وواحد بكل مندرجاته والقرار الف ومائتين وسبعة وستين لعام الف وتسعمائة وتسعة وتسعين كما طالبت الدول المتورطة بدعم الارهاب في سوريا بالتوقف عن انتهاكاتها تلك محذرة اياها من مخاطر انتشار التطرف والارهاب والفكر التكفيري على اراضيها ومن مخاطر التورط في دعم الارهاب المرتبط بالقاعدة الذي تمارسه جبهة النصرة وحلفاؤها من الكتائب الاسلامية وما يسمى الجيش السوري الحر الذي اعلنت معظم كتائبه الولاء لجبهة النصرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة